السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذتي الأعزاء مرحبا بكم في هذه الحصة مادة التعبير والإنشاء مهارة المقارنة والاستنتاج أنشطة التطبيق مقرر الرائد في اللغة صفحة 32 و100 تلاميذتي الأعزاء اضغطوا على النص جيدا حتى تتمكن من قراءته ولنناقشه معا ونجيب عن أسئلة التي تتضمنه حدد إطار الموضوع وإشكاليته إبرز مضايا الاختلاف والإئتلاف بين القضيتين ما الاستنتاج التي توصل إليه الناقض أذكر الأدوات الموظفة في المقارنة تلاميذي العزيز نصي تحدث عن الشكل الخارجي للقصيدة الشعرية العربية والفرق بين الشعر العربي القديم والشعر العربي الحديث من حيث الإقاع الخارجي للقصيدة حتى لا أطيل عليكم سأجيب عن هذه الأسئلة على شكل موضوع إن شاء الشعر نوعا شعر قديم خليلي عمودي وشعر حديث دي التفعيلة أو الشعر الحر ولكل نوع من هذين النوعين خصائص ومميزات يختص بها دون غيره فما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الشعر القديم والشعر الحديث من حيث شكل القصيدة الخارجي الشعر العمودي تكون القصيدة مبنية على نظام الشطرين صدر وعز بينما في الشعر الحديث تكون القصيدة مبنية على نظام الأسطر وفي القصيدة الكلاسيكية نجد القافية واحدة أو موحدة بخلاف الشعر الحديث نجدها متنوعة من حيث الوزن نجد أن الشكل القديم للقصيدة يلتزم بالوزن الواحد المتكرر ولا يزيد عليه الشاعر ولا ينقص منه من أول بيت إلى آخر بيت في قصيدته لهذا إذا اعتمد على بحر معين مثلا البحر الطويل أو البحر الكامل أو البحر الوسيط نجد كل الأبيات على هذا البحر نفس التفعيلة ونفس الإقاع الموسيقي ما عاد ما قد يجده من فرق بين العروض والدرب تخدع فيه الموسيقى للوزن والروي والقافية بينما الشكل الجديد للقصيدة نجد الشاعر لا يلتزم بعدد التفاعيل بل يزيد منها وينقص حسب حالته النفسية والعاطفية التي تنعكس على الجمل الموسيقية فيحافظ على التفعيل الواحدة بل ززءا من تفعيله يلتزم هذا النوع من الشعر بنظام التفعيل الواحدة يوزعه الشاعر على القصيدة كلها أما الموسيقى فيه تعود للحالة النفسية للشاعر نستنتج أن الشاعر التقليدي العمودي العربي هو أصل الشعر وجدره الحقيقي والذي تفرعت منه كل أنواع أخرى ومهما نظم الشعراء من كلام موزون مقفى واختلف في سياغة شكله يبقى حاملاً كل نفحات الشعر القديم الذي لا يخلو من الصورة الشعرية أو الوزن أو القافية وإن اختلف الاتجاهين في استعمالها وعدد التفعيلات متساوية أو غير متساوية فهي متواجدة في كل النوعين من حيث هي نغم موسيقي لا بد من حضوره في القصيدة العربية وأنا أتفق مع الناقل حينما وضع مقارنة بين الشعر القديم والشعر الحديث لشكل القصيدة العربية أن الشعر يعكس دائماً الظروف أو البنية التي تواجد فيها المرة القادمة سأقوم بإنجاز هذا الموضوع دع مقارنة بين المتسامح والمتعصب في إطار أنسطة الإنتاج من فضلكم لا تنسوني من الدعم وليك حتى يتمكن باقي التلاميذ من الإطلاع علي ومشاهدتي لكم مني فائق الاحترام والمحبة والتقدير وكلما أحسست بأن هناك تفاعل ومحبة بيني وبينكم يزيد عطائي أشكركم كثيراً والله الموفق